شكراً لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها منذ لحظة إعلان إصابة رئيس الأمريكي بكورونا بدأت التساؤلات هل سينجو؟ هل سيحتاج المنفسة؟ هل أصيب فعلاً؟ أم هي دعاية انتخابية؟ إلى أن نشرت إيفانكا صورة لأبيها داخل المستشفى بقميس ناصع البيض وشعر منكوش وكان يبدو كأنه يقرأ قالت بتغريدتها لا شيء يمكن أن يمنعه عن العمل من أجل الشعب الأمريكي إنه لا يلين تغريدة إيفانكا لا تكفي ظهر ترامب بنفسه ومن حسابه على تويتر ليخاطب مؤيديها الذين وصفهم بالوطنيين أعتقد أنني سأقوم بمفاجأة صغيرة للوطنيين الواقفين في الشارع فقد أنضوا وقتاً طويلاً هناك وهم يلوحون بأعلام ترامب ويحبون بلدنا لن أخبر أحداً سواكم سأقوم بزيارة مفاجئة وربما سأصل إلى هناك قبل أن تتمكنوا من رؤيتي ألا يبدو بصحة جيدة وحيوية تامة؟ هل الأعراض خفيفة أم أخذ أدوية؟ لا يا سيدي هو أخذ بعض الأدوية فقط أخذ الزينك وفيتامين دي والفاموتيدين لعلاج القرحة والميلاتونين الذي يساعد على تنظيم النوم كما أعطاه الأطباء الدكساميتازون وهو دواء من عائلة الاستيرويد يوصف للمصابين الذين هم في حالة حارجة ويعانون من أعراض حادة في كوفيد ناينتين وفق توصيات منظمة الصحة العالمية لحظة أعطوه أيضاً حقنة من دواء ريميد سيفير للمساعدة على تقليل مستويات الفيروسات وتسريع الشفاء وهذان العلاجان لا يزلان في مرحلة التجارب لعلاج كوفيد ناينتين ولا يجب التناولهما إلا تحت إشراف طبي مباشر ترامب قال إنه تعلم كثيراً عن هذا المرض أثناء إقامته في المستشفى لقد كانت رحلة مثيلة للاهتمام وتعلمت الكثير عن كوفيد تعلمت وكأنني ذهبت إلى المدرسة الحقيقية ولا تقرأ فيها الكتب فحسب أنا الآن أكثر دراية وفهماً واهتماماً بالمرض وسأخبركم عنه قريباً لكن يبدو أن هناك معلومة غابت عنه وهي أن المصابة في هذه الفترة أكثر قدرة على نقل المرض إلى غيره ومع ذلك خرج من المستشفى لم يخرج بسيارته الكاديلك وان البيست بل خرج في إحدى الشفروليات في الشفاري والجماس وبدأ يوزع البيبايات لمحبيه وأنصاره على جانبي الطريق كزدورة صغيرة بينهم شمت هواء ثم عاد بعدها إلى المستشفى وسفق لهم الناس غرّضوا طبعاً وحسب مواقفهم من ترامب نفسه مهندس متقاعد يقول خرج مع سائق ورجال أمن وعرضهم للإصابة بالفيروس ليستعرض بين الناس ويعطي مثالاً واقحاً لأي مريض كورونا بالاختلاط مع الناس سليم عزوز يقول ترامب المستشفى مدرسة حقيقية تعلمت منها الكثير عن كورونا لم يبقى إلا أن يكتب مذكراته عن اليومين التي قضاهما في المستشفى لنعود لسؤال أول يوم مريض أم متمرض سؤال لدينا لؤي يقول لؤي خالد ألف تريليون سلامة لسيادة الرئيس ترامب ولسيدة البيت الأبيض وأمريكا الأولى سيرعاكم الرب ما دمتم على نصره قائمين بمواجهتكم للأنظمة الوحشية الدموية المدمرة لأمن واستقرار العالم نديمة نديمة تقول في تغريداتها نديمة نجم خبر إصابة ترامب بفيروس كورونا هو بذاته بداية حملته الانتخابية سيناريو واضح من بعد نسمع خبر الرئيس ترامب شوفية بعد استعماله الدواء أو اللقاح المصنوع في شركة ما في أمريكا ومن بعدها يسوق للعالم كله ما يزيد من نجاح حملته الانتخابية ورفع مداخيل معتبرة اقتصاديا طيب متى سيعود ترامب إلى عمله أو إلى حملته الانتخابية؟ في الحقيقة لم يقطع حملته الانتخابية كي يعود إليها لكن ربما يمكن للطبيب المشرف على علاجه أن يعطينا صورة أوضح إنه يشعر اليوم بحال أفضل خطتنا لليوم أن يتناول الطعام والشراب وأن يمضي وقتا خارج السرير وأن يتحرك باستمرار إذا استمر شعوره بالتحسن فإننا نأمل أن يتم إخراجه من المستشفى بحلول يوم غد إلى البيت الأبيض ليكمل علاجهم هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر